طبعا تتعرض بلدة التحدي قصف بصواريخ شديدة انفجار منذ شهرين وحتى الان لا يزال القصف مستمرا طبعا هذا القصف بصواريخ شديدة الانفجار ادى الى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وقع شهدان وعدة جرحة وايضا ادى الى دمار هائل في البنى التحتي من منازل سكاني ومحلات تجاري وقد طال القصف المنشآت العامة وبعض المساجد ايضا ادى الى وقوف الخدمات العامة بشكل كامل من خدمات صحية وخدمات عامة اخرى لذلك ولكل هذه الاسباب قمنا نحن المجلس المحلي باعلان هذه البلدة بلدة منكوبة واننا ننشد المنظمات الانسانية العاملة في شمال المحرر والاغاثين كمان ايضا العاملة في المحرر التوجه باستجابة طارئة لأهلنا النازحين في البلدات المجاورة وفي المناطق الحدودية والمخيمات واهم المتطلبات هي اغطية والبسة وخيام وطوارئ ومواطق ذائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر